أفادت مصادر من وزارة الخارجية المغربية أن المصالح القنصلية للمملكة المغربية في إسبانيا أفادت بوفاة مغربي وجرح سيدة أخرى وفقدان 25 مغربي في حوادث فيضانات إسبانيا وحسب المصادر فقد ربطت القنصلية المغربية الاتصال بعائلة الفقيد معبرة عن استعدادها لتقديم كل ما يلزم من دعم ومواكبة في هذه الظروف أما السيدة الجريحة فهي تعاني من جروح خفيفة وبخصوص المفقودين الذين يصلوا عددهم 25 حالة قالت المصادر أنها تظل مجندة وفي اتصال دائم مع السلطات الإسبانية المختصة قصد الوصول إلى مكان تواجدهم والإطمئنان على أحوالهم وحسب المصادر فإنه بمجرد علمها بخبر الفاجعة التي ضربت منطقة فالينسيا بالجنوب الشرقي لإسبانيا أقدمت وزارة الشؤون الخارجية على تفعيل خلية أزمة تضم ممثلين عن مختلف المتدخلين بالإدارة المركزية وكذا عن القنصلية العامة للمملكة المغربية بفالينسيا وبتوجهات من الوزارة قامت القنصلية العامة بدورها بخلق خلية أزمة من أجل تتبع أحوال الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة المتضررة وتم وضع رقمي الهاتف التاليين رهن إشارة الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة المتضررة من أجل التبليغ عن الضحايا المحتملين لهاته الفاجعة أو عن المفقودين وغيرها من الحالات التي تتطلب تدخل مصالح القنصلية وحسب المصادر تعمل الخلية بتنسيق مع النسيج الجمعوي بالمنطقة من أجل الوصول للمنكوبين وتحديد مكان المفقودين وتقديم الدعم اللازم للحالات الطارئة وأعلنت المصادر أن القنصلية العامة بفالانسيا في اتصال مستمر مع السلطات الإسبانية التي أفادت باستعدادها لتزويدها بكل المعطيات المتعلقة بالضحايا المغاربة المحتملين حال توفرها فيما يخص الخسائر البشرية التي خلفتها هاته الفيضانات وحسب المعطيات المعلنة من طرف السلطات الإسبانية فإن العدد الإجمالي للوفيات يناهز مئة شخص علما أن السلطات الإسبانية ما زالت لم تفصح عن هويات وجنسيات الضحايا وذلك إلى حين رفع السرية عن البيانات بعد تحديد هوية جميع الضحايا